موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تأملت قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين كل من يسمع هذا الحديث يرى أن أي تعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى لا بد أن يرفع صاحبه سواء كان قارئا لكتاب الله أو متعلما له أو عاملا به لربما كان أيضا ممن يتنافس مع أقرانه ومع أهل المسجد في قراءته ختمة بعد ختمة لكن من تأمل هذا الحديث عرف أن أكمل الناس رفعة بسبب هذا القرآن هم الذين ينتفعون به إذا قرأوه انتفعوا وإذا سمعوا أحكامه انتفعوا وإذا ذكروا به تذكروا وإذا قيل له اتق الله لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله هذا هو الانتفاع أن تعمل بأحكام الله سبحانه وتعالى وأن تكون حيا بالقرآن أن يكون القرآن هو منهج حياتك من يقرأ كلاما للعلماء في الانتفاع بالقرآن سيرى لهم كلاما كثيرا إلا أن الابن القيم رحمه الله تعالى رائعة من روائع الفوائد التي ذكرها فيما يتعلق بالانتفاع بالقرآن بل ذكرها وعنون لها بقوله قاعدة جليلة ثم قال رحمه الله تعالى إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاحضر إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه وألق سمعك واحضر حضورا من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه فهو خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وذلك أن تمام التأثير بالقرآن لما كان موقوفا على مؤثر مقتض ومحل قابل وحصول شرط التأثير وانتفاع المانع الذي يمنع منه تضمنت هذه الآية كل ذلك بلفظ وجيز وبين وأدل على المراد التي أراده الله سبحانه وتعالى ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى فقوله تعالى إن في ذلك لذكرى إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى هاون وهذا هو المقتض المؤثر وقوله تعالى لمن كان له قلب هذا هو المحل القابل والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله سبحانه وتعالى مراده كما قال الله تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا أي حيا القلب لمن كان له قلب أو ألقى السمع أي وجه سمعه وألقى حاسة سمعه أي أصغى حاسة سمعه لما يقال له وهذا هو شرط التأثير شرط التأثر بالكلام ثم قال الله تعالى وهو شهيد أي شاهد القلب حاضر غير خائب غائب انتهى كلامه رحمه الله تعالى فمن تأمل هذا الكلام وعمل بمقتضاه انتفع بالقرآن هذا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة